ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أعلنت وزارة الصحة على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد ماروك بوائم آ أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كوفيد 19 بالمملكة إلى حدود الساعة السابعة من اليوم الجمعة إلى 79 حالة إصابة فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 385 حالة وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفايات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3 وكانت الوزارة قد أعلنت تماتل مواطن مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلام الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي